هنبدأ بهذا السؤال ماذا يحدث لو لم تنفذ الدولة هذه المشروعات؟ طيب في الأول بسم الله الرحمن الرحيم لازم نعرف الأول المشروعات دي كانت موجودة عندنا في الدراسات ومفروض تتعامل قبل المواعيد اللي احنا عملناها دي وإيه لو ما تعملتش يبقى رقم واحد المشروعات دي كانت موجودة تخططها موجود ولا لا؟ وكان موجود إمتى؟ مشروعات دي كلها كانت موجودة تخططها كامل من كل قبراء النقل ومن كل الدراسات اللي اتعاملت من 2002 لغاية 2007 كان مفروض كل المشروعات اللي بتتعامل دراتي تكون انتهت من تنفذها 2007-2010 حتى المرتبطة بالمدن الجديدة؟ حتى بالعكس ده هي المرتبطة بالمدن الجديدة كانت مع الدراسة إنشاء المدن الجديدة يعني الدراسة في 2002 اتقال إن الحيز العمراني في مصر هو على 7%-8% لازم يزيد لغاية 11% فتنشأ مدن عمرانية جديدة فتربطيها بوسائل نقل بالزبط كده كل الدراسات دي اتنشأت المدن الجديدة ولم تنشأ وسائل النقل الحديثة إليها عشان كده التنمية فيها حصلها بطء شديد زي مدينة العاشر كان زي مدينة العاشر زي العبور شروق من يقول بدر التنقل إليها كأن حضراك راح مسافر عايز تروح للإسماعيلية والسويس في حين إن هي 30-40 كيلو من قلب القاهرة فكل المشروعات دي تخططها كان موجود وكان مفروض يتنفذ من 2007 ل2010 ولكن لم ينفذ عدم تنفيذه كان سببه إيه؟ زحام شديد المواطن مش عارف يتحرك يروح لغاية أعماله وييجي كل الأسعار بتاعة المنتجات الغذائية وكل الأسعار سعر نقل السلعة نفسه كان زيادة بجانب أن التكلفة من 2007 لغاية 2010 كانت تكلفة ولما بدأت تتنفذ المشروعات دي من 2014 لغاية النهاردة دي كانت تكلفة تاني فاللي حصل النهاردة من مشروعات نقل بعد أما تنفذت وبعد أما شافت الناس المشروعات دي تنفذت وبدأت تجني سمار تنفذها كان مفروض كل الحاجات دي كانت تحس بيها امتى؟ من 2007 لغاية 2010